ميليشي الحوثيين تجدد قصف الأحياء الشرقية بمدينة تعز والجيش يعلن تواصل انتصاراته في مقبنة تحرير مواقع سراتيجية في جبهة المشجح وكاميرا يمن شباب ترصد آخر المسجدات في جبهة الكسارة غرب مارب واشنطن تتهم الحوثيين بتسييس ناقلة صافر وسعودية تعلن تدمير زورق مفخخ مسير عن بعد قبالة ميناء ينبع أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة تاسعة وقدمها لكم مناعي شام الزياد ونبدأ نشرة من تعز حيث وجددت ميليشي الحوثيين الانقلابية صباح اليوم ثلاثة سهدافها بقصف مدفعي الأحياء السكنية بمدينة تعز وقالت مصادر محلية لقناة يمن شباب إن الميليشي شنت قصفا بثلاث قذائف مدفعية على الأحياء السكنية في الجهة الشرقية للمدينة من مواقع تمركزها في تبة سوفتيل المطلة على المدينة في الجبهة الشرقية وبحسب المصادر فإن القصف خلف أضرارا في منازل الأهالي دون أن يتم رصد أي ضحايا مدنيين حتى الآن وتشن ميليشي الحوثيين قصفها على مختلف الأحياء السكنية المكتظة بالسكان منذ أكثر من ست سنوات مخلفة آلاف الضحايا والانتهاكات بتوازي مع صمت واضح من قبل المجتمع الدولي ومنظمات الحقوقية والإنسانية ميدانيا أعلن الجيش الوطني أن قواته في محور تعز ما زال تواصل توغل في مديرة مقبنة في الريف الغربي للمحافظة بهدف الوصول إلى تحرير منطقة الكمب مركز المديرية وقال المتحدث باسم المحور العقيد عبد الباسط البحر في تصريح صحفي قال إن قوات الجيش في جبهة مقبنة لم يعد يفصلها عن مركز المديرية سوى بضعة كيلومترات وبحسب العقيد البحر فإن الجيش تمكن حتى الآن من تحرير حوالي سبع عزل في المديرية مؤكدا في سياق السمرار الأعمال القتالية في المديرية حتى تطهير وتصفية الجيوب الميليشيا فيها وتحرير المرتفعات المهمة والهيئات الحاكمة وقال البحر إن قوات الجيش فرضت كذلك سيطرة على الطرق والمواصلات وخطوط الامداد والوديان والقرى المتاخمة لمنطقتين المطاحن ورحنق الإسراتيجيتين ولمزيد من التفاصيل حول الأوضاع العسكرية والقصف الأخير الذي شنه الحوثيون على الأحاية السكنية وسط المدينة ينضم معنا من راسلنا من تعز زميل أيمن قائد أهلا بك أيمن هل من تفاصيل لديك حول إن كان هناك أي ضحايا نتيجة قصف الحوثيون اليوم لمدينة تعز طبعا هشام لم ترصد أي مصادر طبية في مدينة تعز وجود أي ضحايا خلفها هذا القصف المدفع للحوثيين الذي استهدف عددا من الأحاية السكنية الشرقي المدينة بثلاث قبائف مدفعية شنتها الميليشية من مواقع تمركزها في سوفتيل وهي التب المطلة على المدينة في الجهة الشرقية من المدينة في تمام الساعة السابعة كانت المدينة على موعد مع هذا القصف المحوثي الذي خلف أضرارا مادية كبيرة بمنازل المواطنين دون أن يخلف كما ذكرت أو دون أن ترصد المصادر الطبية وجود حتى أي إصابات وتتواصل هذه الجرائم الميليشيوية الإرهابية التي تمارسها دحق المدنيين منذ ستة أعوام وخلال الفترة الأخيرة كانت قد شهدت مختلف الأحياء الغربية وجود عدد كبير من الانتهاكات التي طالت المدنيين خاصة في القرى الواقعة في الريف الغربي للمحافظة منها قرى مديرية مقبنة والتي قامت الميليشيوية الحوثية بزراعة عدد كبير من شبكات الألغام التي تستهدف المدنيين في الطرقات وفي منازلهم وفي الممرات العامة وفي مزارعهم كذلك هذه الجرائم هناك اليوم تنديد حقوقي واسع من قبل المنظمات الحقوقية المحلية وناشطين حقوقيين يطالبون العالم الدولي ومنظماته الحقوقية بإيجاد حل والوقوف ضد هذه الجرائم طيب أيمن وقد تضرقت إلى ما يتعلق بمديرة مقبنة والوضع الإنساني هناك دعنا نتحدث أيضا عن الجانب العسكري لاسيما وأن الناطق باسم محور تاعز ونائب ركن توجيه محور تاعز العقيدة عبد الباسط البحر كان قد صرح أن هناك المعارك ما زالت مستمرة وأن الجيش حققت تقدما وأصبح قريبا من مركز المديرية هل من معلومات لديك حول ما هي المناطق التي وصل إليها الجيش في مقبنة نعم هشام قبل ساعة من الآن نشرت المركز الإعلامي لمحور تاعز مقاطع مصورة لاستمرار العملية العسكرية لقوات المحور التي انطلقت قبل قرابة شهرين هذه المشاهد ترصد تقدم قوات الجيش الوطني في تبا السوداء في مقبنة وبحسب التصريح أيضا دي نائب ركن توجيه المعنوي بنحور تاعز العقيدة عبد الباسط البحر فإن العملية العسكرية التي بدأت قبل قرابة شهرين ما تزال مستمرة حتى اليوم ولم تتوقف المواجهات في مختلف جبهات مقبنة عدد كبير من العزل القرابة السبع عزل تم تحريرها بالكامل في المديرية والعملية ما تزال مستمرة حتى استكمال تحرير كافة مناطق المديرية وما تزال هذه العملية مستمرة وتشهد الجبهة بمواجهات متقصعة بين الحين والآخر خلال الأيام الماضية تمكنت قوة الجيش من صد هاجمات عدة شنتها الميليشية على مواقع قوة الجيش كما أن قوة الجيش أيضا شنت هجمات معاكسة على مواقع الميليشية تمكنت خلالها من أحراز تقدمات نوعية وتمكنت أيضا من إلحاق خسائر كبيرة بشرية ومادية في صفوف الميليشية الانقلابية إذن زميل أيمن قاهت مراسلنا متعز شكرا جزيلا لك وفي شان المتصل كشف رئيس المجلس الأعلى للمقاومة شيخ حمود سعيد المخلافي عن مبادرة بإنشاء مستشفى خاص لجرح الحرب ورعاية فئة المشلولين جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للمخلافي أجراه بدفعة الجرح الخامسة التي سكملت تأهيل وتركيب الأطراف الصناعية في المركز العربي بسلطنة عمان وجدد رئيس مجلس المقاومة تقديره للتضحيات التي تبدل من أجل الوطن مشددا على ضرورة الاهتمام بالجرحى وأسر الشهداء كمسؤولية أخلاقية هذا وأنجز المركز العربي تابع للمؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي تأهيل خمسة وثلاثين جريحا من مبتوري الأطراف من جرحى تعز الأمار بالآن حيث تمكنت وحدات قتالية في الجيش الوطني من سيطرة على مواقع سراتيجية في جبهة المجح غربي المحافظة ودحر ميليشة الحوثيين الإرهابية منها في معارك أمس الاثنين وقال مصدر عسكري ليمن شباب إن مواجهات الساعات الماضية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشة الحوثية وتدمير عربات تابعة لها كما أسقطت قوات الجيش طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشة الحوثية في وقت أحبطت فيه هجوما حوثيا في جبهة الكسارة وعجبرت المهاجمين على التراجع بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها ذا ورصدت كاميرا يمن شباب آخرة الطورات والمسجدات الميدانية وما يدور فيها من معارك ضارية بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد ميليشة الحوثيين الإرهابية في جبهة الكسارة غربية مأرب نحن الآن في جبهة الكسارة في المواقع الأمامية القريبة من جبل هيلان الجبل الاستراتيجي الذي ما زالت قوات الجيش الوطني تسيطر على مواقع بالقرب من هذا الجبل الاستراتيجي جبل هيلان هذه المواقع التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني تحاول ميليشيا الإنقلاب الحوثية شن هجمات متكررة على هذه المواقع بهدف السيطرة على مواقع في جبهة الكسارة لكن يقف أبطال الجيش الوطني بالتصدي لهذه الميليشيات الإنقلابية في كل هجوماتها يقف إلى جانبي النقيب إهاب داوية أحد قيادة الجيش الوطني في هذه المواقع وفي هذه الجبهات يحدثنا حول مستجدات هذه الجبهة وما يدور فيها من معارك خلال هذه الفترة ما زلنا لا حد الآن في جبهة الكسارة وما حولها ولم يحققوا أي تقدم ولم يحققوا أي نصيب إنما يعودون كثة هامدة قتل وقرحت معداتهم حرق معداتهم وكل شيء أمام الجيش الوطني يسهل وإن شاء الله بإذن الله النصر قريب النصر قريب النصر قريب ماذا عن الخسائر في صفوف ميليشيات الإنقلابية سواء من الأفراد أو من الأليات العسكرية خسائر الأفراد والمعدات خسائر فادحة للإنقلابيين الحوثة خسائر المعدات والأنفس والعتاد وكل شيء خسائر ولم يحققوا أي مكسب على الأرض إذن كما سمعنا تتعرض الميليشيات الإنقلابية لخسائر كبيرة في صفوفها سواء في الأفراد أو في الآليات العسكرية تستمر قوات الجيش الوطني في التصدي لكل هذه الهجمات ضمن التصعيد الذي تقوم به ميليشيات الإنقلاب الحوثية في جبهات غرب محافظة مأرب سواء في جبهة المشجح أو جبهة الكسارة التي ما يزال أبطال الجيش الوطني مستمرين في الصمود في هذه المواقع ليس كما تروج الميليشيات الإنقلابية لانتصارات وهمية أن الميليشيات تقدمت في هذه المواقع بينما ما يزال أبطال الجيش الوطني في هذه المواقع ثابتين ومستمرين في الدفاع عن هذه المحافظة من هنا من جبهة الكسارة ماجد أياش لقناة يمن شباب مأرب اختتم شهيد لواء الدكتور عبدالله الحاضري رئيس نيابات العسكرية رئيس دائرة القضاء العسكري حياته في شبهة القتال ضد ميليشي الحوثيين الإرهابية في جبهة الكسارة غربية مأرم بعد انصالة وجالة مكافحا فكرة الإمامة وكاشفا عن وجهها القبيح حين يقدو النضال مجرد فكرة ذهنية تراوح مكانها في دهالز السياسة وكواليس الغرف المغلقة فإنه يستحيل إلى مجرد أثر بعد عين أو هكذا تتحدث طلقات الشهيد ركزوا على هدم هذا التراث البغيب فكرة التميز وفكرة السلالية وفكرة نحن أبناء الله وأحبائه وأبناء رسول الله بدأ الشهيد الحاضري معركته مع الجرثومة الحوثية في وقت مبكر وشن حربا فكرية وسياسية وقانونية متعددة الجهات عليها نهيك عن مشاركته في حروب صعدة ضد ما كان يراه خطرا على الهوية وخنجرا مسموما في نحر الدولة اليمنية اللواء الدكتور عبدالله الحاضري رجل مقدام رجل بألف رجل رجل قدم حياته ونفسه من أجل أن ينعم الشعب اليمني بالآمن والاستقرار من أجل الحرية من أجل الكرامة من أجل الحفاظ على الهوية العربية الهوية اليمنية الأصيلة كان الشهيد الحاضري من أوائل من تصدوا للانقلاب على الدولة وإسقاط العاصمة صنعاء ومن القيادات العسكرية القليلة التي وقفت في وجه الجائحة الحوثية منذ الطلقة الأولى وانخراطه ضمن قوات الجيش الوطني في معركة الجمهورية واستعادة الدولة رحم الله الشهيد التكتور اللواء عبدالله الحاضري الذي كان رمزا للفداء والتضحية وكان أحد قيادات الجيش الوطني البارزين الذين لهم بصماتهم في تاريخ هذا الجيش العريك وهو من الرجال المعروفين على مستوى الجيش اليمني ونعرف جميعا أنه قاتل الحوثي حتى وصل إلى مران في الحروب الستة لم يقتصر دوره على المناجزة الفكرية والعسكرية للميليشيات الحوثية بل تعداه إلى خوض معركة قضائية وقانونية شرسة ضد عدد من القيادات الحوثية وذلك بعد أن عينه الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيسا لدائرة القضاء العسكري وكان له الفضل الأول في تشييد مداميك القضاء العسكري والقيام على تأسيسه وتنظيمه حتى أصبح مؤسسة وطنية فاعلة ضمن قضاء الجمهورية اليمنية حقيقة ناضل وكافح من أجل أن ترى اليمن النور وضحى بدمه رخيصة في سبيل تحرير بلاده من هذه الشردمة النجسة التي تحاول انتهاك العرض والدين والأرض نيابة عن عملاءهم هكذا يرسم الشهيد حكاية النضال البهية في قاموس المعركة الوطنية للدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة وفي المنعطف الصعب يختصر البطل مسافة حياته شهيدا على غرار ثلة من الأحرار الذين سبقوا من القشيبي والشدادي وليس انتهاءا بالوائلي أشهد الرئيس عبد الربو منصور هادي بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في مواجهته قوى التمرد والانقلاب الحوثية وقال الرئيس هادي خلال اتصال هاتفي مع محافظ مأرب لواء سلطان العرادة ان التضحيات الكبيرة للجيش الوطني تتوج بالانتصارات المتوالية على الميليشيا الإيرانية أضفنا تلك الانتصارات ستظل محل تقدير معتزاز الشعب اليمني التواقي لدولة المدنية الاتحادية الحديثة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد من جهة يكد محافظ مأرب تمتع الجيش الوطني بالمعنويات العالية في مختلف الجبهات وأشار إلى وقوف الجميع صفا واحدا خلف قيادة الشرعية ومشروعها الوطني الجامع ومواجهة الميليشيا الحوثية الإيرانية جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تحذيره من مآلات وعواقب تصعيد الحوثي على محافظة مأرب وانتقد بلينكين سعي الحوثيين إلى حل عسكري للصراع بهجومهم على مأرب وفقا لما جاء في تغريدة له بعد اجتماع مبعوث بلاده لدى اليمن تيمو الليندر كينغ وقال وزير الخارجية الأمريكي في تدوينة على تويتر يجب على المجتمع الدولي أن يسأل نفسه لماذا يسأل الحوثيون إلى حل عسكري للصراع بهجومهم على مأرب على الرغم من العواقب الإنسانية الوخيمة في ذات الصعيد على المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتين جريفتس ميليشيا الحوثيين الإرهابية إلى وقف تصعيدها العسكري على مأرب وحذر جريفتس في بيان عقب اقتتام جولته إلى مصر من العقوبات الإنسانية الوخيمة لسمرار الهجوم والمخاطر على آفاق عملية السلام وشدد المبعوث الأممي على الأطراف إعطاء الأولوية لاحتياجات الشعب اليمني ووقف القتال والانخراط بجدية في جهود الأمم المتحدة وتعهد جريفتس بمواصلة مساعيه لوقف الأعمال العدائية العسكرية وتخفيف المعاناة الإنسانية وإيجاد تسوية سلمية ومسادامة لإنهاء الصراع في اليمن دعا وكيل محافظة مائرب عبد الربو مفتاح المفواضية السامية لشؤون اللاجئين إلى القيام بدور أكبر تجاه النازحين الذين تصديفهم المحافظة وتوفير أهم احتياجاتهم وتأمين الخدمات الأساسية والضرورية لهم الوكيل مفتاح خلال لقائه مسؤولة الحماية في مكتب المفواضية السامية بعضا ماري هيسول أشار إلى أن سلطة المحلية والمكاتب التنفيذية تواجه ضعوبات وحد تحديات كبيرة لسعاب أعداد كبيرة من النازحين المتواجدين في مائرب في ظل استمرار حركة نزوح إلى المحافظة بشكل يومي وعضح أن محافظة مأرب تستوعب حاليا أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف نازح موزعين على مائة وخمسة وأربعين مخيما بالإضافة إلى وجود أكثر من عشرين ألف لاجئين أفريقي وتقوم سلطات رسمية بدورها تجاههم بالرغم من شحة الإمكانيات وضعف البنية التحتية ومحدودية تدخل المنظمات الدولية نجى نحو عشرين طفلا من موت محقق بعد سقوط قذيفتين لم تنفجر أطلقتهما ميليشيا الحوثيين تجاه أحد القرى السكنية في مديرة دوريهم جنوب الحديدة وقال مصدر محلي إن ميليشيا الحوثيين أطلقت قذيفتين صاروخيتين تجاه قرية المندارة في وادي رمان أثناء تواجد نحو عشرين طفلا يمارسون هواياتهم في اللعب وبحسب المصدر فإن عدم انفجار القذيفتين حال دون سقوط ضحايا ووقوع مجزرة مروعة جديدة للميليشيا الإرهابية بحق المدنيين حذرت منظمة حقوقية من مخاطر بالغة تهدد حياة المدنيين في العاصمة صنعاء بسبب تخزين ميليشيا الحوثيين الأسلحة والدخائر في المناطق المأهولة بالسكان وحملت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان لها ميليشيا الحوثيين المسؤولية الجنائية الدولية نظير الخطر والتهديد الذي قد يقع على المدنيين والمباني السكنية نتيجة تكديس الأسلحة في مخازنة وسط الأحياة السكنية وجاء بيان المنظمة في تعليق لها حول ما جرى تداوله من أنباء حول انفجار ناجم في مخزن أسلحة في الضاحية الشمالية لصنعها وقالت إن الانفجار والأضرار الناتجة عنه توجب تحريك الجهات الدولية والأممية للتحقيق في تبعاته وتقديم المسؤولين عنه إلى المحاكمة العادلة نظير ما وقع من أذى مادي ومعنوي بحق المدنيين ولتسليط الضوء أكثر على هذا الخبر ينضم معنا عبر الهاتف رئيس منظمة سام توفيق الحميدي أهلا وسهلا بك معنا توفيق أريد أن أسألك في البداية على ضوء الأحداث التي شهدتها محافظة صنعها بالتحديد جراء انفجار مخازن الأسلحة أو حتى وجود مخازن المشتقات النفطية فيها ما تعليقكم على وجود هذه المسودعات داخل الأحياء المكتظة بالسكان نساء الخير أخي الكريم شهر كريم كل عام أنت بخير حقيقة عملية انفجار مخازن الأسلحة والصواريخ في العاصمة الصنعاء ليست الجديدة وأصبحت ظاهرة مقلقة رافقها للأسف الشديد صمت على المستوى المحلي وصمت على المستوى الدولي مع أن هذه العملية عملية تخزين الأسلحة أو القبائف أو المواد الخطرة في أحياء مكتظة بالسكان ومع علم هذه الجهة من أجل تفادي قصفها ومع علمها أنها ربما تقصد في أي لحظة من اللحظات تسبب أضرار كبيرة كما رأينا في أحد المدارس في العاصمة الصبناء في هذه الفترة هي قريمة بموقع باتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي بل إن أحد الخبراء أثناء النقاش حول هذا البيان الخبراء الأمميين قال بالحرف الواحد هذه أشبه ما تكون بقريمة تحويل المدنيين إلى دروع بشرية بمعنى أن اليوم يتدرع يتخذ المواطنين درع لإخفاء مواد خطرة محققة الموت في حال ضررها وبالتالي نحن ننظر لها من هذه الناحية ما هو تصنيف جريمة اتخاذ المدنيين إلى دروع بشرية؟ هل تصنف كجريمة حرب؟ نعم تعتبر جريمة حرب تستوقب المسالة والتحريك موقع باتفاقية روما لعام تسعين المنشئة لمحكمة الجناية الدولية لأنه اليوم نحن كيمنيين كلنا نرى أن هناك استهدار واضح بأرواح اليمنين بل اتخذت الأحياء المفترضة أن تكون آمنة ومستقرة ونطالب نحن دائما باستمرار التحالف العربية وحتى القوات الحكومية بعدم استهداف الأحياء السكنية لأنه أحياء آمنة لكن أن تأتي جماعة الحوثي وتحول هذه الأحياء إلى دروع لأسلحتها فهذه قريمة تستوقب وبالتالي من يتحمل المسؤولية؟ هل يتحمل المسؤولية من يخزن هذه المسودعات داخل الأحياء السكنية؟ ومن يقصف أم فقط من يخزنها في هذه الأحياء؟ طبعا الموضوع فيه إشكالية كبيرة لكن نستطيع أن نقول كالتالي أن هذه القرائم أو هذه المخازن عندما يتم تخزينها داخل هذه الأحياء مع علم أنه ربما تقصف هي قريمة ترتكبها جماعة الحوثي وإذا تم استخدام هذه المخازن لأغراض عسكرية وتمرد عليها من قبل التحالف الذي يتحمل المسؤولية بشكل واضح ودقيق هي جماعة الحوثي بمفردها لكن إذا كانت على الأقل مخزنة دون أن تستخدم ربما نستطيع أن نقول أن على التحالف العربي كان يقوم بإندار وتوجيه رسال الأمم المستحدة إلى غير ذلك لكن في الحالة التي رأيناها يبدو أن جماعة الحوثي تخفي الكثير من الأسلحة وتستخدمها في الأغراض العسكرية لذلك كما ذكرت في البداية فإن المسألة معقدة نوعا ما في إطار تحميل المسؤولية بالنسبة لمنظمة سامو قد تعودنا على إصدارها عدد من تقارير المتعلقة بعدد من الملفات الحقوقية هل نتوقع منها ربما أن تعمل أيضا على هذا الملف المتعلق بتخزين مسودعات الأسلحة وأيضا المشاقات النفطية داخل الحياة السكنية هو بالفعل اليوم هذه القرآن كما ذكرت نحن أوصلنا هذا البيان إلى أكثر من جهة وكان هناك نقاش اليوم في نفس هذا اليوم مع أحد الخبراء في هذا الجانب وباعتقادي نحن سنسعى قدر الإمكان لرصد الانتهاكات المتمثلة في الانتجارات إذا استطعنا لأنه اليوم لأنه العمل في صنعاء معقد والضرر خطير جدا وهذا يحتاج عمل حراثي كبير من أجل لفة الأنبار ووضع تقارير واضحة وموثقة أمام لجال يمكن أن نتحول إلى أحد العناوين في تقرير لجنة الخبراء أو أي لجنة حقق في الشان اليمني إذن شكرا جزيلا لك رئيس منظمة سام توفيق الحميدية إلى خبر آخر حيث أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الثلاثة عن اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسير عن بعد قبالة ميناء ينبع المطلع على البحر الأحمر المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن ترك المالكي قال إنه تم اعتراض وتدمير الزورق صباح اليوم بعد رصد الوحدات البحرية تحركه في مياه البحر الأحمر وتم التعامل مع الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك وطبقا للمالكي فإن التحقيقات مسمرة من قبل الجهة المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها تتعدد أعمال الخير والأحسان لكنها أهداف عادة ما تكون واحدة بالعافية عليكم حملة مجتمعية بسيطة أطلقها شباب في مدينة المكلة على قارعة طريق تهدف إلى تجميع وجبات الإفطار الخفيفة من الأشخاص الميسورين وتوصيلها إلى الأسر المسادفة كمساهمة مجتمعية انطلقت من دوافع إنسانية للتخفيف عن المحتاجين والفقراء في أيام شهر رمضان المبارك حملة شبابية في المكلة تتمثل بجمع وجبات إفطار من الميسورين وتوزيعها على الأسر التي باتت في أشد الحاجة للقيمات تسد جوعها وتنهي نهارا من الصيام فرمضان شهر الطاعات ومحطة تتوقف فيها القلوب لتتراحم فيما بينها ولو بفعل أبسط الأشياء ما دامت تدخل السرور إلى حياة المعدمين نحن في حملة بالعافية عليكم هي حملة بسيطة ابتدائنا فيها والحمد لله لقيت الرحاب من الناس ولقيت قبول وهي الآن في نشأتها إلى أكثر نطمح أن نحن أكثر لكي يوصل للناس نخفض من معاناتهم نجمع الطعام في قناة ونوزعه إلى ثلاث قنوات أو أربع قنوات لتم توزيعه عبر القنوات الأخرى للناس المستحقين فالحمد لله أنه من شيء بسيط نجعل حاجة بهجة لدخول البهجة والسرور في الناس ومع الوضع هذا الناس لازم أن تتكاتف أكثر في عصر كل يوم من الشهر المبارك يقوم هؤلاء الشباب باستقبال وجبات إففار من فاعل الخير وتغليفها بعد ذلك وإيصالها إلى الأسر الفقيرة وأسر مرضى السرطان في لفتة تخفف من المعاناة وتشيع روح التعاون بين أفراد المجتمع فكرنا أن تكون حملة على مدى هذا الشهر الفضيل نوزع الأكل المحتاجين والمرضى السرطان في فوح طبعا الهدف من الحملة لأشخاص اللي ما عندهم مثلا أكل أو عندهم فطور أو عندهم تمر أو عندهم شي ناقص في سفرتهم ونكون ليش ما ناكل من سفرة واحدة هي أشعاء الحملة ناكل من سفرة واحدة هذه الحملة تكون الأشخاص اللي يعطونها مثلا أكل اللي عنده أي شيء بسيط بيقدمه لنا يعطيناها ثم نحن بدون نكيسه نضبطه ننسقه بعد نوديه للأشخاص المحتاجين الحملة التطوعية هذه وإن كانت تقتصر على المجهود الفردي لكنها تعمل على تقوية أواصر المحبة والرحمة خاصة في ظل أحوال اقتصادية من السوء لم تمر بها البلاد من قبل مع انتشار رقعة الفقر إلا أن ثم تمن يبدل الآخرين سواء بالمال أو العمل وأكثر ما يكون ذلك في رمضان ففيه تضاعف الخروبات وتزيد الحسنات فطوبى للمحسنين معتز النقيب يا من شباب المكلة شاهدين في نهاية نشر لكم التذكير بأبرز ما جاء فيها ميليشيا الحوثيين تجدد قصفها الأحياء الشرقية بمدينة تعز والجيش يعلن تواصل انتصاراته في مقمنة تحرير مواقع استراتيجية في جبهة المجح وكاميرايا من شباب ترصد آخر المسجدات في جبهة الكسارة غرب مأرب واشنطن تتهم الخطين بتسيس ناقلة صافر والسعودية تعلن تدمير زورق مفخاخ مسير عن بعد قبالة ميناء ينبع إذا مشاهدين كان هذا كل ما لدينا في نشرات اليوم نشكركم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة